تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مني أنا محمد عواد بتيجيكم عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم دائما تشتركوا فيها في البداية بنقول للجميع كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإن شاء الله ينعاد عليكم آمنين بصحتكم وسعداء أيضا حلقة اليوم خفيفة جدا حلقة اليومنا نتكلم فيها عن تغييرات ممكن البعض يوصفها بالمجنونة عم بفكر فيها في فكرة القلب حنقسم حلقتنا لثلاث زوايا طريقة الزاوية الأولى فكرة ليش الفيفة بده يغير قوانين الزاوية الثانية كيف بتتغير القوانين والزاوية الثالثة شو هي التغييرات اللي بدها تصير بتذكروا لما بدأت معركة دور السوبر الأوروبي خرج المدافعين عنه وتحديدا فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وآن يلي رئيس نادي بنتوس بتصريحات فيها كلام الجيل الجديد الشاب اللي صغير مش كثير مهووس بكرت القدم مش كثير من سجن بكرت القدم بفضل يلعب باب جي بفضل يمسك لعبة موبايل ويلعب ويشوف شو بصير في المباراة ويشوف مين بيجيبها القول وبيندحوا عها تويتر لكن ما عاد الجيل زي جيل زمان بيركز كثير بيشوف المباراة بحماسة زمان هذا نظرية بيحكوها ولا العلم هذه النظرية مش بس بيحكيها الطرف المؤيد لدور السوبر الأوروبي بحتيها حتى الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرت القدم عندهم قلق أنه التكنولوجيا الجديدة لكثيرة الألعاب المتطورة جدا في الموبايل وبالبلاي ستيشن وغيرها من الأجهزة عم بتخلي الجيل يقول طب أنا بحصل مباراة عشان أستمتع طب أنا بستمتع أكثر لما ألعب هذه الألعاب مع أصدقائي ونكون مجتمع كبير موجودين فبالتالي بيحاولوا غيروا شي بكرت القدم عشان يخلوها أكثر متعة وأكثر جاذبية وحنشرح في القوانين اللي بيغيروها أو بيفكروا غيروها شو نظريتهم للجاذبية والمتعة فالهدف الأساسي حاليا بالتغيير الجيل اللي صغير يستمتع أكثر بكرت القدم كيف تتخذ القوانين أو كيف تتغير القوانين حتى نكون دقيقين بالوصف فيفا عنده زي لجنة إلا علاقة بقوانين كرت القدم هذه اللجنة بتقترح أفكار بتقترح تغييرات على قوانين اللعب يتم دراستها في بعض الأفكار بتلقى إجماع أنه أه حلوة شكلها ما بروحوا بيطبقوها على كرت القدم مباشرة الموضوع بيأخذ سنين كأنك بتوافق على دواء حرفيا كيف الدواء بيأخذ سنوات ما بين أبحاثه وموافقات نفس الشي القوانين بروحوا بيجيبوا الآخر شكل لتعديل القانون بديم يجيبوا وبروحوا على دوريات أو بطولات تحت 16 تحت 19 في البداية بروحوا على بطولات ودية وبيجربوها هذه البطولات الودية لما يجربوها بيرجعوا فيها بإحصائيات وبيقولوا والله فرقة زاد عدد الأهداف أو معدل الأهداف بنسبة كذا اللاعبين حكوا كذا المدرب حكا كذا فبصير عندهم بيانات أكثر بروحوا على بطولة رسمية كمان للصغار بالعمر وبقرعوهم طبقوها وبس خلينا نشوف شو ممكن يصير وبطبقوها وبعدين بصير عندهم معلومات أكثر بيانات أكثر بيعدلوا على القانون وبعد ما يحسوا أنه كل شي صار تمام بيطلعوا بيعرضوه على الهيئة أو الكونغرس اللازم يوافق على تشريع القوانين وهون بصير القانون رسمي بس بيضل وين؟ وين حيطبقوه؟ دائما بروحوا يطبقوه ببطولة تجريبية تصفيات بطولة القارات في الماضي يقنعوا الكون ككاف أي شي من هذا النحو عشان يطبقوا الفكرة ببطولة مش كثير مؤثرة مش كأس العالم وكأس أمم وربا مباشرة وبعدين بيشوفوا تأثير هذا القانون شافوا كش تمام؟ بعمموه على الجميع إذن المسألة بتاخد تدريج فالاختبارات اللي بنا نحكيها اليوم مش بكرة حنشوفها بالواقع ممكن بعد أربع خمس سنين لعند ما نشوفها بالواقع شو القوانين الجديدة اللي عم بدرسوها الآن ودخلوها مرحلة التجارب؟ في قانون مالوش علاقة بالأربعة التانين خلينا نبدأ فيه الأربعة تجربوا اللي بدي أحكي عنهم بعد شوي تجربوا ببطولة للشباب والدية في أوروبا في قانون من زمان بتجربوا فيه اللي هو قانون تعديل التسلل التسلل فكرة اللاعب اللي قدمه متقدم المهاجم ولا لا في قناعة إنه لازم تلتغي ولازم يصير زي كأنه اللاعب هو الكرة يعني لازم يكون بكامل محيطه متسلل وإلا مش تسلل عشان ما ندخلوا بقصة مقدمة رجله ملي متر مقدمة رجله سنتيمتر وهذا الكلام فبدهم يخلوا الموضوع كثير أسهل بالتسلل بدهم يكثروا عدد الأهداف لأنه لما تعمل هيك حتزيد عدد الأهداف فبالتالي اللاعب عشان يصير يحسب متسلل لازم يكون كله بجسمه متسلل وهذا لسه في مرحلة القوانين لكن التشريع تبعه ممكن يطلع بأي لحظة ويتعمم ليش؟ لأنه مر بمرحلة الاختبارات كاملة ومر بمرحلة الاحصائيات كاملة المتوفرة عندهم وما زال الفيفا مؤمن بهذا التغيير شو الأربع قوانين الجديدة اللي درسوها واللي نشرت عنها كل الصحف الأوروبية زي ما بتعرفو أول واحد عدد تبديلات لمحدود يعني جربوا التلاتة بعدها كانت نتيجة لأنه زمان كان فيه تبديلين لما جابوا التلاتة حسوا فيه صار إثارة أكثر المدرب له تأثير أكثر في مجال الانقلاب المباريات أكثر المش مبرامش حلوة لما يكون الفريق الفايز ظل فايز حلوة لما اللي فايز تنقلب على النتيجة وبعدين يرجع يقلب النتيجة وهذا السيناريو زي سيناريو الأفلام بطل بنضرب بعدين بيضرب بعدين بنضرب بعدين بيضرب فهذا السيناريو ممتع أكثر من سيناريو فريق متفوق فلما زادوا عدد التبديلات من 2 إلى 3 زادت فكرة انقلاب النتائج الأهداف المتأخرة زادت لما عملوها من 3 إلى 5 بسبب كورونا لوحد بشكل أفضل وأوضح برا تقريبا ممكن تنقلب بلحظة نتيجة الخمس تبديلات الممكن تغير كل شي سرعة اللعب الحيوية تاعت اللعب بضلها لآخر دقيقة لأنه في خمسة لسه بحيويتهم على أرض الملعب ملعبوش 90 دقيقة لأنهم يتبدلوا ففيفا بتفكر لو أنا سمحت بتبديلات كاملة شو ممكن تصير كرة القدم؟ هل هي حتصير كلها حيوية وطاقة وقدرة هذا أولا؟ وإلا حتصير أنه والله المدربين بيدخلوا بتشكيلة للدفاع وتشكيلة للهجوم بالشوضة الثانية يعني لسه مش واضح أيضا مش واضح إذا أنه اللاعب اللي حيطلع حينسمح له يدخل لأنه هذا موجود باللعاب الأخرى زي كرة السلة وغيرها في عندهم تفكير طب اللي بيطلع من دخله بس لسه هذا ما وصلهوش في كثير نقاشات بالتبديلات لكن في رغبة بزيادة عدد التبديلات شخصيا أعتقد حيكون الحل الوسط أنه يخله الخمس تبديلات تصير هي القانونية وتكون مرحلة انتقالية للزيادة عدد التبديلات لأنه زي ما بنعرف الخمسة الحالية هي استثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا الشي ثاني فكرة 30 دقيقة ملعوبة وهي للي ما بيعرف الفكرة عم تطلع من سنة الألفين تقريبا يعني إلها 21 سنة بتطلعوا ناس بيقولوا كرة القدم عشان تصير ممتعة لازم تصير دقائق اللعب هي اللي معدودة مش الدقائق الكاملة لأنه في بعض الدراسات إنه في بعض الدوريات ومنها بعض الدوريات منطقتنا العربية دقائق اللعب فيها بالمباراة أقل من 45 دقيقة و45 دقيقة وأكثر منهم بتروح ما بين وكفي لضرب التماس لإصابة لفاول لكل هذا ففعليا الدقائق اللعب 45 دقيقة مش 90 في كثير بطولات في بطولات توصل 60 في بطولات توصل أكثر من 60 بشوي بس عم بروح الوقت كثير على الناس فقال لك إحنا بدنا كرة بدنا الناس تشوف لعب بدنا تشوف كرة بدنا نشوف إثارة لما نزيد دقائق اللعب بزيد عدد الأهداف بزيد الإثارة فبالتالي تعالوا نعمل إنه نحكي من يوم طالع بنصير زي كرة السلة الدقائق الملعوبة بس طبعا هون في مشكلة لأنه إذا بدك تعمل الدقائق الملعوبة بس معناها بدك تجيب إما حكم للوقت وهذه مصيبة يعني أنت بصير الملعب بده ففار وبده حكام أربع خمسة أساسيين نعرف حكم الساحة والمساعدين تعونه والحكم المراقب فصير بدك تيم كامل من التحكيم يكبر كثير ولا بدك تخلي حكم الساحة هو اللي معال تايمين وما تكون بدقة كرة السلة يعني بوقف لما توقف اللعب وبشغل لما تشغل اللعب ممكن تفرق لها ثانيتين ثلاثة أربعة بس أيضا هل هيبطل فيه شيء اسم وقت بدل رائع في كرة القدم نتيجة دك تروح لفكر الدقائق اللعب أيضا هذا الشي دسة بيدرسه المثال اللي طبق في البطول الأوروبية للشباب بشبه كرة السلة تحديدا ورسميا ثلاثين دقيقة ملعوبة بالتمام والكمال وإذا المباراة خلصت خلصت هذا الشي شوي مش هكون مفهوم بكرة القدم لأنه مزة كرة السلة لأنه الفرصة عشان تنخلق بكرة القدم بدها دقائق الفرصة عشان تنخلق بكرة السلة بدها خمسة عشر ثانية ومعك أربعة وعشرين ثانية لعند ما تشوت فبالتالي بدها شوي التعديلات لكن هذا القانون من زمان بضغطه عليه وأعتقد حنشوفه واقع إما القانون الثالث فهو قانون البطاقة السفرة بيطلع اللاعب خمس دقائق ليش؟ لأنه في بعض المباريات بتفسدها البطاقات السفرة بتعطر الخصم بتظلك تعطر الخصم هون 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 وبتخرب تكتيكو وبتظلك الدافع فالبطاقات السفرة بعد الأحيان بتكون وسيلة دفاعية طيب شو الفكرة بأنه يخرجوا اللاعب؟ أولا يقللوا الأخطاء ثانيا هم بدوا مزيدوا عدد الأهداف تسع لعبة بخمس دقائق وبالتالي بيكون في إثارة بلحظة خمس دقائق هذول ناقصين عدديا اتنين إذا صمدوا بيرجعوا بصيروا 11 لما يرجعوا لعبتهم ممكن اللي بيحضر كرة يد بيفهم الإثارة اللي ممكن تصير هيك لما يتوقف لعب دقيقتين وبعدين لعب ثاني دقيقتين وصير فيه فعلا فريق بتحسوا مضغوط كثير لأنه ناقص عدديا بس بتعرف أنه بعد خمس دقائق حيرجع يكتمل فبعدين بيرجع اللقاء متوازن أكثر عم بيحاولوا يأخذوا هاي الفكرة من كرة اليد الدقائق الملعوبة من كرة السلة أما الفكرة الرابعة فعرابها أرسل فينجر ومن زمان كثير من يوم ما هزموا ستوك سيتي عبر دي لاب برميات تماس كان هناك لعب إنجليزي اسمه دي لاب كان بلعب مع ستوك سيتي معروف جدا بلعب رميات تماس رميات ركنية من وين ما بدك بدخلها منطقة جزاء فطلع حكا هذه مش كرة قدم هذه أصبحت رقبة بهذا الشكل ثم بدأ الكلام كثير ليش ما تصير رميات التماس بالرجل مش بالإيد لأنه فكرة رمية التماس اللي بالإيد موروثة من الرقبة تعالوا نقطع هذا الميرات الأخير لكرة القدم على لعبة الرقبة ومن هون بدأوا يفكروا أنه تصير رمية التماس بالرجل وكثير في ناس حاولوا فكروا فيها موجودة بالخماسي زي ما بتعرفوا أو بكرة الصلاة وفي ناس كثير في الماضي حاولوا يجربوها ببعض البطولات الودية مشكلة هذا النظام وإيجابيته مشكلته إنه إذا عندك لاعب زي توني كروس أو بيكهام أو كده حتصير كل رمية التماس بالنسبة لهم الشباب منطقة جزاء خطيرة جدا حتصير كل رمية التماس تاخد وقت إلا إذا عملت نظام بشبه نظام السلة اللي هو معك خمس ثواني تلعب مش تروح ترجعلي وتفكرلي وفريقك يصير يعمل جملة تكتيكية لا إذا تلعب بسرعة برجلك فلازم ينعملوا نظام وإلا حيصير ممل أكثر لكن الإيجابية تاعته إنه في بعض رميات التماس يعني أنت بتصير من عند الثلانتاش وروح لخط المرمى كلها خطيرة كلها مثيرة كلها في إمكانية لتسجيل أهداف أكثر بنرجع نحكي لو تلاحظوا السيناريو كله عم بيحاول يبحث إنه يزيد أوقات الخطر في كرة القدم يزيد أوقات الإثارة فريق مضوط فريق ممكن تدخل للكرة منطقة جزاءه من ضربة التماس فريق ناقص عدديا بيحاولوا زيدوا الإثارة وبيحاولوا زيدوا عدد الأهداف عندهم قناعة زيادة عدد الأهداف مهمة لسه ماح للجيل الجديد ينسجم أكثر بكرة القدم وللعلم في دراسة مرة قرأتها ليش الأمريكان ما بيحبوا كرة القدم وبحبوا كرة السلي والبيسبول أكثر إحدى الأسباب كانت لأنهم بيحبوا الأرقام الكبيرة بيحبوا يشوفوا مية واثناش مية وعشرة ما بيحبوا يشوفوا واحد سفر لسه مش متعودين على هذه الأرقام وفي كلام نفس الشيعة بنطبق على مجتمعات شرق آسيا بتحب تشوف الأرقام الأكبر فربما الفيفا بيقول لك لو أنا زدت الأهداف وصارت النتائج سبعة خمسة وستة ستة وتمانية سبعة تزيد شعبية كرة القدم أكثر ونقنع الجيل الصغير إنه أنت مش مضطر تحضر تسعين دقيقة عشان هدف واحد ييجي وربما من ركل الجزاء ويحسم بطولة لا تعال شوف في أحداث أكثر في إثار أكثر في ترقب أكثر هذه هي التغييرات المجنون اللي عم بفكروا فيها الآن بكرة القدم بترك لكم التعليق على هاي التغييرات وتحكوا لي وجهة نظركم فيها والسلام عليكم ورحمة الله